وتلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله العدل يا ربط والغربال التلعب بالحقائق وبعض مثل لسانه هكذا يكون حب الوطن والشموع الحمراء عن طلعت حرب باشا لكن أسرار الملك عن سيد صالح وأخيرا مجلاتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن عايز بداية أن أقول لكم النهاردة الأهل استأنف تدريباته خلال بعد فترة التوقف خمسة أيام مستر كولر رجع مبارح النهاردة شارك في قيادة التمرين زي ما حضراتكم شايفين اللي شارك فيه بعد فترة من العلاج والتأهيل عمر السلية وقالو ديانج وشارك محمود متولي ومحمد عبد منعم في تدريبات التأهيل في الجيم وبكرة الفريق إن شاء الله يتمرن على فترتين يعني كتراحة يعني محسوبة أيام يعني خمس أيام إنتهز فيها الجهاز الفني فرص التوقف النشاط المحلي عشان المتخب وكله بيترقب دلوقتي أصبح النادي الأهلي يعني حاجة حلوة حاجة يعني نخلي بالنا منه الكل يترقب الأهلي بشغف دلوقتي عايز يعرف حيكمل كده حيتطور حيتوقف بإذن الله نكمل كده ونتطور وكابتن سيدعب حفيز ومدير الكرة اجتمع مع كولر عشان يرتب الفترة اللي جاية من هنا لغاية يوم 27 يوم 27 الأهلي والمقولين الحد اللي بعد اللي جاي الأهلي والمقولين دور التمانية الكاس مصر هيسبقه بيوم الزمالك بيكون بيلعب مع المصري والبنك الأهلي بيلعب مع بيرامدز الأهلي بإذن الله تعالى الأهلي والمقولين الفائز وإن شاء الله يكون الأهلي حيلعب سموحها في الدور قبل النهائي الزمالك والمصري وبرامدز والبنك الأهلي اللي حيكسب من الأربعة دول حيلعب في السيم الفاينال أيضا يعني كويس كل ما بتخلص مسابقة بدر بدر كده بيكون أفضل كفابة تدخل في المواسم أديك شاف الفوضى هو اللي أنا قلت ده أنا قلت وقفة وضرورة لازم ندرس أسباب هذا الفشل وهذا الخزلان لشعب بيعشق الكورة وبلد مؤسس في أفريقيا الاتحاد الإفريقي لا يليق بتصنفنا ولا يليق بنتائجنا والنهاردة لما يصل الأمر إلى النشئين الأمر يصبح أكثر إزعاجا آه مؤشرات مستقبل صعبة ولكن أنا الذي أراه لا يمكن المناخ اللي إحنا فيه ده يفرز عمل صالح أبدا العشوائية والفوضى والإنفلات ولاي الحقائق والعبط في الحقائق شيء مرعب صحيح شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة